السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد فيديو النهاردة هنحضر وجبة العشاء كده صنية جميلة للعشاء سهلة وبسيطة بدون عجين وبدون جلاش بطريقة بسيطة جدا وبتطلع لزيزة قوي قوي ومشبعة ان شاء الله تعجبكم هنبدأ بسم الله في المأدير بيكون معايا حوالي اربع بطاطيات كده متوسطين اشرتهم طبعا وبشرتهم على المبشرة الخشنة وبصف فيهم كواس جدا جدا من اي سوايل فيهم بتخلص من الماء اللي فيهم كواس جدا جدا وبعد كده بضيف عليهم الاضافات بقى اللي هتدي طبقة البطاطس دي التماسك او زي ما شفنا كده بنصف كل الماء اللي موجودة في البطاطس بعد كده هضيف عليهم اتنين بيضة ملح وفلفل اسود ومعلقتين كبار من النشا وبقى اللي بقى كل المكونات دي مع بعض كواس جدا وبعد كده هصبهم بقى في البايريكس او في صانية فورنا اي قالب اي شكل يعني مش مشكلة معايا هنا البايريكس ده دهانته كواس بالزيت او زبدة اي مادة دهنية يعني في الارضية كده والجوانب وبعد كده هصب خليط البطاطس اللي حضرناه وسكنه كده في الارضية كويس وفي الجوانب كمان كويس جدا جدا زي هي عاملة زي التارت كده وهنعمل لها حشوة دلوقتي سهلة وبسيطة برضو وممكن تنوعي في الحشوة او تغيير فيها زي ما انت عايزها بزبط كده الجوانب بالبطاطس بسكنها كويس جدا في الجوانب وفي الارضية زي ما احنا شايفين ودخلها بقى فرن سخن درجة حرارة ومتين حوالي عشر دقايق او ربع ساعة لغاية ما نلاق يعني عايزين البطاطس في البداية كده تستوي هي الاول قبل ما نحط الحشوة بنلاحز بقى ان الجوانب كده حمرت والارضية حمرت بتكون كده جاهزة بنخرجها نضيف لها الحشوة بتاعتها هنشوف مع بعض دلوقتي هنحضر بقى الحشوة معايا هنا حوالي متين جرام من اللحمة المفرومة المعصجة آآ كتعندي يعني متعصجة في الفريزر فهستخدمها في الحشوة وهضيف عليها فلفل الوان وآآ جزر مبشور تقدروا تضيفوا طبعا اي نوع من انواع الخضار وتقدروا كمان تغيروا اللحمة المفرومة تبقى فراخ مفرومة او تبقى فراخة متقطعة مسلا شرائحة او مكعبات صغيرة تشاوحوها برضو في البداية مع بصلة والتوابل واي نوع من انواع الخضار فلفل جزر مبشور كوسة مبشورة يعني الحشوة تغيروا فيها زي ما انتم عايزين ضيفت بس آآ ملح وفلفل اسوى التاني عشان الخضار انما اللحمة طبعا كانت متابلة بالملح والفلفل وآآ وبهارات اللحمة ومعاها كمان بصلة وكده الحشوة خلاصة ما الخضار بيتبال معنا بيكون جاهزة في الوقت ده كان البطاطس احمرتها زي ما زي ما انتم شايفين الثانية احمرت من الارضية والجوانب وتماسكت كده آآ بطلعها وبعد كده بحضر بقى او بجهز الحشوة آآ معايا تلات آآ بدوت بضيف لهم ملح وفلفل اسود وينس كباية من الحليب وآآ مع علاقتين كبار من النشا تاني النشا بتدينا تماسك طبعا للحشوة ويبقى اللي بقى كل الخليط ده مع بعض كواس جدا وبعد كده بنزل بالحشوة بتاعت اللحمة المفرومة اللي حضرناها على الخليط ده بس يكون طبعا في الوقت ده يكون بردة ما تكونش سخنة عشان معانا هنا بدناي ما ينفعش ننزل عليه طبعا بحاجة سخنة وبعد ما قلبت مكونات الحشوة كواس جدا بصبها بقى على طبقة البطاطس اللي كنا محضرينها وبسويها كده وبعد كده على السطح بحط جبنة مبشورة مت زارلة بقى او او ميكس جبن او اي حاجة تحبيها ورشها من الزعتر وبدخلها تاني آآ على الفرن نفس درجة الحرارة برضو متين والشبكة اللي في الوسط وبسيبها بقى ما بتاخدش برضو عشر دقائق او ربع ساعة بكتير هي كل حاجة مستوية بس عايزين الحشوة تتماسك كده والبيد اللي ده فينه يعني استوي ويتمسك مع الحشوة بكون جاهزة على طول وده شكلها بقى بعد ما تلعت آآ طبعا الاكلة دي كنت عاملها مع مائدة متكاملة آآ فيها وصفات تانية كنت عاملة كفتة الفراخ آآ مشوية في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وتلعت لذيذة جدا جدا بتعم الفحم وكمان رز بسمتي بتعم الفحم او بتعم الشاوي وكنت عاملة كمان تحلية كساب كده منعيشة بتعم اللمون آآ طبعا كانت مائدة كاملة للي شاف معايا الفيديو بس دي وصفة سهلة كده تنفع للعشا آآ ممكن تتحضر آآ لوحدها فعشان كده عملتها لكم في فيديو صغير كده لوحدها ولو حابين تشوفوا الفيديو كله آآ وتشوفوا بقى الوصفات وتحضروها برضو ان شاء الله هسيب لكم الرابط آآ في الوصف وكمان هيزهر في شاشة في نهاية الفيديو باتمنى يكون فيديو نهاردة عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد مع الفي السلام.